مرحبا بكم مشاهدين الكرام من المفهوم أن أفضل اللحظات هي تلك التي يتم التقاطها عن طريق الصدفة لحسن الحظ كل بطل من أبطال هذا الفيديو كان يصور بكاميرا الهاتف الذي يحمله سأريكم مشاهدين الكرام أفضل الفيديوهات التي التقطتها أشخاص بالصدفة لكن لا تنسى أن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى لا يفوتك شيء فلنبدأ من المدهش دائما أن تراقب مبنى وهو يتهدم يبدو منظر تهدم المبنى رائعا لكن هناك منازل تتهدم بشكل غير الذي اعتدنا عليه انظروا على سبيل المثال كيف لناطحة سحاب في الصين تهدمت عن طريق شقها إلى نصفين مواسير الدخان الآن سأريكم كيف تقع مواسير الدخان الضخمة عادة ما يتجمع الكثير من الناس كي يتابع منظر التحطم بدافع الفضول لكن الأمر خطير ربما سقط شيء في غير موضع على سبيل المثال سقطت الماسورة أثناء السقوط على عمود كهرباء سمكة قرش هناك احتمال أن الشخص المتواجد في القارب لم يلاحظ وجود سمكة قرش المتواجدة بالقرب في هذه المرة استطعنا أن نلاحظ سمكة القرش بل كان من الجيد أن ننظر إليها بفضل الكاميرا الفوقية البالونة نحب جميعنا البالونات لكن اتضح أن البالونات ليست على درجة عالية من الأمان كما يبدو من النظرة الأولى لها تحول منظر الاحتفال في كليفلاند إلى كارثة حقيقية في عام 1986 كان من المخطط تحقيق رقم قياسي تسجله موسوعة جينيس لأرقام القياسية أثناء الاحتفال بإحدى المناسبات وهي إطلاق مليون ونصف المليون بالونة هاليوم في السماء لكن الهواء البارد ضغط على البالونات ودفعها مرة أخرى إلى الأرض مما أدى إلى شالل في الطرق السريعة وتوقف المطار عن العمل وتلوث البحيرة والنهر الموجودين بالقرب من المدينة ببقايا البالونات الملونة موجة كبيرة نحن نعلم جميعنا أنه من الخطر التواجد في البحر المفتوح أثناء حدوث عاصفة لكن أن ترى هذه المشاهد بأم عينيك هو أمر مختلف تماما انظروا كيف تلعب هذه الموجة الكبيرة بالسفينة كأنها مصنوعة من الكرتون تسونامي عندما يخرج الماء من الشاطئ يجرف كل ما يقابله موجة كبيرة اثنان انظر إلى هذه الموجة الكبيرة التي يبلغ طولها 12 مترا من الأفضل أن ترى هذه المشاهد على الشاشة وليس على متن السفينة التي تصارع العاصفة الضباب الأحمر هل توافقون الرأي أنه عندما يحل الضباب بالمدينة يصبح شكل المدينة غريبا؟ تخيل أن هذا الضباب لونه أحمر يخيل إليك أن نهاية العالم قد اقتربت لكن في الحقيقة لم يحدث شيء سيء كما لم يتم التوصل إلى سبب تكوين هذا الضباب انهيار جسر من الأفضل أن تتواجد بعيدا عن المباني التي يمكن أن تتعرض للانهيار بسبب الفيضان وذلك حرصا على سلامتك حيث انهر جسر يعبر من فوق نهر سان أنتونيو في عام 2016 بسبب الفيضان لقد سقطت السيارات في الماء لكن لحسن الحظ لم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا بشرية الكباري الكباري هي الأكثر عرضة للانهيار حال حدوث فيضانات مقارنة بالإنشاءات الأخرى لذلك إذا شعرت بقدوم العاصفة فمن الأفضل أن تعبر الجسر في أسرع وقت ممكن أشجار السرو قامت تيارات الماء بابتلاع أشجار السرو الفارعة في لويزيانا في عام 2012 في مكان الحادث يوجد حقول للملح من الممكن أن تغير هيكلها أدى إلى تشكيل هذا التجويف المائي تحت جذور الشجر لحسن الحظ تم يخلاء جميع الأشخاص الذين يعيشون بالقرب ثقوب غريبة تظهر الثقوب الغريبة على سطح الكرة الأرضية بشكل عام فكل ثقب يختلف عن الثقب الآخر في الشكل والحجم هناك ثقوب خطيرة وأخرى أقل ضررا وأقل خطرا لكنها تسبب الكثير من المتاعب للسلطات المحلية تطهير إذا كنت أنا رأيت شيئا يشبه هذا المشهد دون سابق إنذار لارتعدت من الرعب ربما يكون وحشا كاسرا يتحرك تحت الأرض لكن في الحقيقة هذه هي طريقة تنظيف الأرض التي تمر تحتها خطوط الأنابيب يالستان يتابع العلماء عن كثب أخطر بركان في العالم الموجود في يالستان بدأ في الاهتزاز في العام الماضي والآن لا أحد يستطيع أن يخمن متى سيثور مجددا تسبب البركان في حدوث تسعين هزة عرضية فيما يمنى العام الماضي بما أثار الخوف ليس فقط في نفوس سكان القاطنين في الضواحي المجاورة ولكن في نفوس العلماء أيضا يعتقد أنه إذا تم تفجير يالستان فهذا سيؤدي إلى حدوث كارثة عالمية حيث سيضرب البركان كل ما هو حي حتى وإن كان على بعد مئات الكيلومترات منه التورنيدو يخيف البشر ويتسبب في الكثير من المشاكل لكن منظر التورنيدو رائع جدا السد استطاع أحد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي أن يصور انهيار سد كبير هذا المنظر رائع جدا السد اثنان في هذه المشاهد التي سجلتها كاميرات المراقبة سترى أن تصميم السد لم يتحمل أن تجتمع المياه وسقط إلى الأسفل ثوران هذه هي أعمدة الدخان الكثيفة التي تتصاعد إلى السماء بسبب ثوران بركان أحيانا يكون لون هذه الأعمدة الدخانية ورديا وبعدها يصبح قرمزية الثلج نحن واثقون من أن كل شخص منكم تعرض لتساقط الثلوج ولو مرة واحدة في الحياة إذا رقبت كيف تسقط حبيبات الثلج الصغيرة من النوافذ فأنت محظوظ أحيانا يكون المطر شديدا جدا إذا كان حجم الثلج كبيرا فيمكن أن يلحق بك ضررا بالغا نقل المنازل هناك من أعتقد أنه يقول أن المنازل أشياء ساكنة لا تتحرك لكن اليوم هذا الاعتقاد ليس صحيحا لأن المنزل يمكن أن تحركه من مكانه وتنقله إلى المكان الذي تريده انظروا إذا كنتم لا تصدقون البط ساعد رجال الشرطة في كراسنادار سربا من البط في عبر الطريق إلى الناحية الأخرى هكذا ينبغي أن يتصرف رجال الأمن وهو تقديم يد العون لمن يحتاج بغض النظر عن جنسيته وتوجهه السياسي أو حتى أيًا كان نوعه من الكائنات الحية التعميد هل تسبح في أيام المعمودية؟ هذه العادة تساعدك ليس فقط في تقوية صحتك ولكن في التعرف على فتيات جميلات مر من أمامها حاولت فتاة جميلة أن تلتقط لنفسها مشاهد جميلة لكن رجل الذي مر من خلفها جذب الانتباه إليه هو انفجار يقولون إن التدمير أسهل من التعمير بالفعل تفجير مبنى أسرع بكثير من بنائه لكن مسألة التفجير ليست بسيطة أن تفجر مبنى بعناية وبإتقان دون أن يلحق ذلك الضرر بأي شيء حوله هو علم قائم بذاته هناك أساليب مختلفة في تفجير المباني في دول العالم كل على طريقته على سبيل المثال في الصين يفجرون المباني عن طريق التفجير الموجه حيث يزرعون القنابل في أماكن معينة في المبنى ويفجرونها خلال بضع ثوان ينطوي المبنى طياً كأنه كتاب إذا أعجبكم الفيديو مشاهدين الكرام فضعوا علامة الإعجاب واشتركوا بالقناة وفاعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد إلى هنا عزيزي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة إلى اللقاء شكراً للمشاهدة